كنت عدى عليه هو بلعب هز في البيت بتاعه مع الشباب بتاعه مش هافي اه فطبعا انا يعني ما كش فرحان قوي لكن قلت يا ربي ده القدر بتديلك فرحش ليه اه وربنا سبحانه وتعالى راضي عنك يعني فهم؟ انما الفكرة مصفقة تعمل ايه؟ واس افتر طيب قبل ما تفكر تعمل ايه وانت داخل المحافظة اول مرة كان ردي فعلك ايه وكنت انت بتفكر في ايه؟ انا بولا لما نقلة قبلها كتبة صغيرة معلش شي رحنا نحلف اليمين اه محافظ محافظ اللي راسة داد وكانت بيقعدوها في الاناطر ايوه فانا بلبس جاكتات متتقفلش الغاب دلوقتي يعني التقفل دي متتقفلش اوه فانا فتع الجاكتة كان قدامي الله يرحمه بقى الراجل العظيم ساد سرحان محافظ برشايد السلام الله يرحمه يا اسمدين حاجة ما يكررش اه طبعا مبصلي قال قال لي انت متتقفلش كتا جدا عنت المحافظ السيد اه فلأساد مبتتقفلش قال لي بقى مش هتعرف لي مين الله اخرب بيتك يا اسمد قلتول لأ جدا عندي قال لي بقول لي بقى مش هتعرف ما هو كان اخوه احمد سرحان كان سكرتير رئيس اه طبعا عارف انا طبعا احمد كان من اللي هو احمد ده شخصية جميلة جبا فالمهم ايه قلت خلص بقى انا عامشي ما اخوش اه انا عارف السادات انه ايه انيق وسألتوا اسئلة فيها دي اسألتوا فيها اسئلة فيها اه فعارف انه هو انا هيغفر للعتة دي كلها اوه فانا داخل بقى وقى بعده صغير اه طبعا كت تحت اربعين فالمهم مسلم علي ومش عايف ايه ومبسوط وبتاع ومش الدحيلة فقى خلص طلعتله الثاني سالسرعان وانا ماشي اهو طلعتله الثانية حلفت اليمين وبدأت اعمل بقى 12 سنة الشغل دي طبعا يعني الحمد الله يعني ايه اول حاجة فكرت فيها في الاسماعيلية البشر البشر الثقافة ناسي اه الثقافة اه انا عندي موقع مثل بانجليزي اندرسل جامل جورج تاون حلوم سياسية The people the master الشعب هو السايد اللي بيجيب الشعب اللي بحافظ مين الشعب اللي بجيب رئيس الجمهورية مين الشعب اللي بجيب رئيس الجمهورية مين الشعب اللي بجيب رئيس الجمهورية مين الشعب دول يبقوا السيادنا وتجرس التوب وكت بعمل كده يا مصطفى انا كت بعمل تجارب غريبة جدا اروح للأسر أظلم دين أسر غلبانة واخد بالك أروح أزورها فتها هتب بقى يفيرة جدا ساقة عربية صغيرة وجاب بقيت الشكولاتة على الحسابي ومدير العاقات العام بروح رايح العيدة مبالكهم عبلها من نص ساعة كده وروح رايح وقعد معهم اتلموا الناس واحد محافظ بقى عمال يروح لكل شوية فعيلة طبعا يعني حتى فاكر اسكر واحدة بنا اما رحت بنت خديتني على جنب قاتل يا فندم انت شايف خش جوه اتلاقي معدي الناس رائف وانا يمين على الارض وانا طالبة في كلية الطب يا حول الله انا مش عايزة منك حاجة بس بقولك حنة كده ربنا كرمني قمت بالواجب يعني الحمد لله الحمد لله ما هي ثقافة يا دخلال اه انت بتعلم شعب الثقافة اه ازاي الشعب مصري جميل اوه اوي اوي بس انت تليه وقت الشدة اه انت خش هنا عقليل انه عاطفي نعم يعني انت انت عاطفي هتاكلني طبعا بتغلي موقك بس لا اما انفعش اكيد طب الكابتن اعلا بيقوليش تذكر الحاجة كويسة اوي ودي كانت بداية حاجة اسمها كرة الخماسية في مصر اه انت وصلت في كل شبري في الاسماعيلية بدأت تعمل لان ما فيش اماكن ملاعب كبيرة بدأت تعمل ملاعب الخماسي ديت وتنورها حتى لدرجة وانت في الوزارة وانا موجود مع حارتك كنت بتكلم المحافظين انك تشتري حتى مواقف مواقف او حتى سوري يعني فيها حاجات مش كويسة فازرة كده خربات خربات اه فتاخدها وتعملها عشان تعمل هل دي ده فكري جالك ازاي دكتور مانا بقولك مصطفى الفكرة انك انت ازاي يعني عبدالوهاب نجح ليه لانه مغناش سيد درويش عبدالحليم حافظ نجح لانه مغناش عبدالوهاب اضبوط امو كلسوم هي امو كلسوم لازم ما تبقيتش منير المهدية طبعا لازم يبقى عندك خلق جديد بقى بره الصندوق اه لا انا بحبش كلمة بره الصندوق ليه ليه بقى انت انت في حاجة اسمها ليدر في حاجة اسمها مانجر اه ودي انا يعني برضا احكيلك مهاش واقعة سريعة كده واحنا بجوع من جورج تاون قتلنا بتاعة جريد تيوس دي كتلسة طلعة ايه فالمهم انها ايه قدتنا موضوع عن difference between management and leadership نعم الفرق بين الاداري وبين القائد كل الوزراء دول مديرين كل الوزراء كلهم بسيك لي واحد واحد يقول لي حد فيهم عندهم فكر نعم رئيسنا السيسي مش بجامله ولا بنافقه لا هي the leader لانه عنده افكار جديدة كل اللي انت شايفه ده بيعمل حاجات جديدة طبعا طبعا فاية دي النقطة بقى فانا فانا يعني احب قوي ان انا اعمل جديد جديد ايه الجديد اللي اعمله اسم عليها ايه جديد كذا طب كذا طب وزير بقى الوزير بنعمل ايه جديد مصطفى مش عملنا مدرسه موابين ومدرسه مفتوحة اه طبعا والعملقة مسروع المعلقة حاجات كتير انت حضرتها طبعا والفن كمان والفن اه طبعا الفن ده خليف الوحل مش عملنا عروسة الفة عروسة جاوزناها ايامين مزبوط يعني انت تقدر تقول ان بعض الوزراء او كل الوزراء كلهم موظفين مش مدريين طبعا موظفين طبعا لازم كل واحد فيهم يبدع وفي فرقة مصطفى وانا كاتب مقالة فيها بابعتها لك كاتب مقالة ده ايه وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه نعم ده بينفز وده بيفكر له يدي له افكار ويوضبها له ويدي له ينفز طيب وانت محافظ عدت كم سنة في المحافظة 12 سنة 12 سنة انت شايف سمرت شغلك وانجازاتها كبيرة التي عملتها شفتها بعد كم سنة في الإسماعيلية ما تخليش هزعل بقى لان انا يعني زعلان لا زعلان في حاجات طبعا ما كملتش في حاجات اه انا كنت عامل غابط شباب حوالي اثنين كيلو جا محافظة عايز يهدها وابن بيوت مكانها انا فاكر اه مئة الف شجرة زرعتهم شباب مصر جبتهم زرعوا مئة الف شجرة صابدة عشان التراب شارع الطريعة بمنع ممارة عايز يشير الاسم طبعا السلام طبعا اسم مبارك ماخد بالك عشان انا ما نطعشي بس انا ما سكنتش طبعا اه طبعا يعني يعني لا لا التاريخ بيتكلم عن نفسه وهي ما بيش حد يهد لا يعني انت بتروح بلاش انا اقول لان انا بجرح نفسه لا اصداء انا بنتكلم على تاريخ والله يا مصطفى كل حد يكلمني اسماعليا اول اسماعليا من البلد ما بقتش زي الاول لا لا ده واضح وجالي مرة محافظ بعدانا ممشيت بسنة كان شخصية كبيرة مش محافظ كان ماشي منصب كبير قال لي لا اسماعليا دي مستعمع بنا ممارة يا سلام اه دي حاجة تاني هل بيحصل غيرة بين المحافظين ومن بعض؟ لا انا بتكلم